قولي أبو تركي والله تقرير مؤثر يطحي العافية قميز حكاية حقيقة يعني زي ما قال في الوصف يعني نموذ الجميل للمعترف الأجمل زي ما توضلت وقلت في بداية الحلقة أنه المنافسين أشادوا فيه وعبروا عن احترامهم وتقديرهم له هذا شي جميل يحسب لاعب يعني لاعب محترف بمعنى الكلمة داخل الملعب وخارج الملعب اتفق عليها الجميع اليوم نشوف في تويتر في كل الساحات الكل يحترم النجم هذا بالفعل هو أفضل لاعب أجنبي أنا ما نقول لك لاعب في المستوى من ما ندخل فيه جدار جاء الهلال خلقا وعطاا ومنجز هذه تختلف جاء لعيب أكبر على مستوى من ضمنه الكابتن طاري وطبعا ورفالين ونجيب الأمام مجموعة عربي عربي مش أجنبي عربي آسف يعني غير سعودي أحوال مدني أعرسف فقمز مختلف إنه خلقا تعاملا في أحلك الظروف تجدوا لاعب تمالك عصابها يحترم زملاء يحترم القصم ما يستفذ شي شيء غير طبيعي أول ما أجاب المظهر كانوا يصورنا هذا الاعب يزعج للهليين يزعج الخصوم بصرفاته ولكن ظهر العكس نجم بقلب طفل كيف تعامل حتى مع اللي يجلبه الكوار كان يتعامل معهم بحنية لاعب هداف شرس ولكنه محترم مؤدب شكرا لنادي الهال شكرا لمن ساهم في جلب قوميت وامثاله نتمنى كل من يجب لاعب اجنبي بهالعطاء وبهالخلق وجميل من الهلال ان تكون هالنهاية السعيدة الحياة يعني هذه بعض الهاليين بعد ما اتخذ قرار استغناء عنه قالوا ليش وما ليش ومن قبل اسبوع كان يقولون خلاص قوميز يعني اعطى ما لدي وهذه سنة الحياة كلنا ودينا النجوم اللي يخدموا الهلال استمروا لكنها سنة الحياة العمر تحركاته واضح ان الرجل اعطى ما لدي وبعدين اي منجز منجزين اسيا ودوري وكاس ويعني ما قصر بيض الله وجه فشكرا قوميز شكرا قوميز على يعني على ما اعطيته وعلى التعامل وعلى كنت نموذج والاشياء الجميلة اللي حتبقى راسخة منتخبي لعاب تلقى هسان اللي بس شيرت الأخضر لا لعب يصعب تكراره يصعب تكراره القوميز حيبقى في تاريخ الرياضة السعودية وفي تاريخ مادة الهلال